صباحنا نكمل معكم مشاهدينا وهلأ بفقرتنا الحوارية رح نحكي أكتر عن البيئة والاستكشاف ومناطق جديدة يمكننا نادين كتير الشباب السوري والمغامرين السوريين بحبوا يروحوا على أماكن يكونوا همنا من أول الأشخاص اللي رايحين عليها ويوثقوها ويكتشفوا أكتر بجبالنا وريفنا الغني جدا بالمناطق الجميلة تماما مها هيدا الشيء أكيد بيشجع شريحة كتير كبيرة من الشباب اليوم لما منتعرف على طبيعة بلادنا أكتر وخصوصي محافظة اللادئية التضاريس والطبيعة الساحرة والخلابة هي فعلا تتجذب لكتير من الناس أنه يكتشفوا أكتر أماكن جديدة خاصة هلأ بفترة السيف كتير من الشباب عندهم هيدا الهوايات لحتى يطلعوا يعملوا مسير ممكن أو تخييم ويطلعوا على هيدا المقاصد السياحية والمناطق الطبيعية بجبالنا وريفنا وبدنا نقول أكيد لضيفنا الموجود معنا اليوم بالاستيديو لحتى نحكي أكتر عن هيدا الموضوع الكوتش براهيم سعود مستكشف به يمن لك أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك وكل عام ونت بألف خير أهلا وسهلا فيكم وينعاد عليكم بالخير والصحة يا رب ويعطيكم ألف عفوية يسعد صباحك كوتش وكل عام ونت بألف خير يعني بالبداية بدك تحكينا هيك عن اللادئية يعني خلال فترة أكيدة مغامرتك واستكشافاتك بهالطبيعة الخلابة اللي فعلا خص الله سبحانه وتعالى محافظة اللادئية بهالجمالية الساحرة فخلينا نحكي عن هيدا الموضوع بداية يعني مثل ما سكرت حضرتك فعلا يعني نحنا يعني عندنا نعمة كتير كبيرة اللي هي هالمحافظة وهالطبيعة الحلوية اللي موجودة فيها بصراحة محافظة اللادئية بتتميز بتضاريس كتير مميزة بسوريا من خلال من الطبيعة اللي موجودة فيها الوديان اللي موجودة فيها الجبال فيها زواهر طبيعية ما موجودة غير بالمحافظة ونادرة عالميا يعني مثلا نحنا عنا منطقة الجوبات اللي هي ضمن سلسلة جبال الشعرة بريف القرداحة عنا مثلا أعلى قمم بالساحل السوري عنا مثل سلمفي مثلا عنا قمم جبلي موازي للبحر مثل تشالمة اللي هي كتير مقصد سياحي معروف ومهم عنا عنا مثلا مناطق مثل الكهوف الكارستية اللي موجودة بمنطقة برج اسلام هاي زواهر يعني هي مو بس تتميز فيها محافظة اللادئية هي زواهر نادرة عالميا على مستوى العالم يعني ممكن تشوفيها بمنطقتين أو ثلاثة في العالم فقط يعني تكون مميزة يعني بمناطقها تماما تماما مميزة جدا وهي زواهر يعني حتى الآن تعتبر غير معروفة التشكل بشكل دقيق يعني هي إلى أهمية علمية وإلى أهمية سياحية بمجال البيئة تماما كاتش براهننا إحنا دائما نسمع أنه المغامرين السوريين وكل حدا بيحب المغامرة والاستكشاف يستغل فترة أنه يكون في عنا عطلية طويلة مثلا فهلأ عطلة عيد الأطحى أنت شو محضرينك فريق المغامر السوري وين نشاطاتكم عم بتكون شو مجاهزين كمان إشيا بقادم الأيام نحن بشكل عام بجميع أنشطتنا في عنا هدف تعليمي كتير كبير يعني بالإضافة لأنه نحن نحب نستكشف يعني هذا الحب اللي موجود عند كل الناس من لما بخلق البني آدم عنده هاي الرغبة بالاستكشاف وتحديدا الطبيعة استكشاف الطبيعة فدائما نحن نحاول نضمن بأنشطتنا استكشاف مواقع جديدة للناس نعرف الناس عليها بالإضافة إلى المنحة التعليمية اللي بيكون ضمن النشاط إن كان تعليم بما يتعلق بالبيئة التعايش مع الطبيعة أو بطبيعة المكان ثقافيا وتاريخيا هلا نحن بصراحة محضرين نشاط جميل ضمن منطقة عرامو بريف سلمفي بصراحة هذا المكان يتميز له طبيعة خاصة له مكاني خاصة بالكهوف الأسرية الموجودة فيه الكهوف الدينية اللي موجودة فيه اللي بتجمع الطائف طيم مع بعض هذا التلاحم وهي الشيء الموجود مميز جدا بهذه المنطقة رح يكون عندنا نشاط هونيكي نحنا مخيم طبعا نحنا منستهدف جميع المحافظات نحنا ما منخصص محافظة اللاتغية بس نحنا بشاركنا من جميع المحافظات رح يكون عندنا النشاط بمنطقة عرامو وفيه عندنا هيكي بعض الفقرات التدريبية على التسلق على استخدام الحبال على طريقة إشعال النار بشكل آمن كل الأمور هاي اللي بتتعلق بالبيئة نحنا منكون فيها بالإضافة للحملات اللي منعملها نحسنا لتنظيف الموقع المحيط فينا وتأهيله طبعا تكون نشاط استكشافي وبيئي بآن واحد طبعا وفق طبعا إشارات معينة أكيد وعوامل حماية طبعا من أجل حماية أفراد الفريق والمجموعة فكيف بتكون هذه التدريبات والتأهيل لحتى تكونوا جاهزين للاستكشاف هلا بالبداية خليني أحكي عن فكرة المغامرة شوي قبل ما نحكي بموضوع الحماية اللي إلى علاقة هلا يختلف تعريف هذا المصطلح من شخص لآخر يعني فيه ناس بتعتبر أنه المغامرة هو حدث قصير يعني إن كان مثلا ممكن يكون لشخص ما بيعرفيه سبح فرضا عبور مسطح مائه هو مغامرة بالنسبة له وهي قد تكون لشخص تاني حدث طبيعي وممكن تكون لشخص آخر مغامرة هي حدث طويل مثل تسلق جبل أو طلع حتى على البرية تخيم لشخص بحياته مطالع على البرية فهي ممكن تكون مغامرة إله أنه يطلع خارج مثل ما بيقولوا السيف زون تبعه أو منطقة الراحة تبعه منطقة الأمان طلع من بيته من غرفته اللي متعود علي رايحة على البرية فهي هذا الشي مغامرة بالنسبة له يعني بشكل عام يعتقد بأن المغامرة هي حدث فيه خطورة لكن بالحقيقة هو اسلوب تعليمي بيكون ضمن ظروف بيئية غير متوقعة بالنسبة للشخص يعني أنت لما بتكوني ببيتك أو بغرفتك ما عنديك تصور الدقيق للبرية ما عنديك تصور شو ممكن تواجهه فأنت خروجك على هذا المكان هو يعتبر بالنسبة لإليك مغامرة وفيه هدف تعليمي أنه نحن نتعرف على هذا المكان فبالبداية نحن قبل ما يكون عنا كادر مدرب لحتى يطلع على هذا الموضوع يكون متعرف على هذا المكان يكون عايش مع الطبيعة أول شيء نحن في عنا فترة محددة يجب أن يخوضها بالبرية حتى يكون قادر أول شيء ينتقل لمرحلة أن يتدرب يتعرف على البرية يتعود عليها بعد ذلك نحن نبدأ تدريبات خاصة ضمن أنشطتنا ومتاحة للجميع وأنشطة خاصة بالكادر نعرفه على المعدات الخاصة في معدات عالمية تستخدم لهذه الرياضات إن كان للتسلق إن كان للأدفينشر بارك نحن صممناه بالغابة الموجودة بمنتجة عن اسم جبل وهو عدة أنشطة موجودة ضمن الغابة تعتمد على الطبيعة نفسها نحن لا ندخل عناصر جديدة إنما ضمن الشجر نفسها يتسلق الواحد على الشجر يمشي مثل الجسر هناك تدريب للأشخاص لحتى يعملوا هذا النشاط يعني بعتبارك الأشخاص يحبوا يجربوا هذه الأشياء حتى لو كانت أول مرة فهذه التدريبات قبل أن يخوضوا هذه المغامرة كمان هي مغامرة طبعا طبعا هذه الفكرة أنه يتعلم على استخدام هذه المعدات يتعلم كيف يريد أن يخوض هذه التجربة بالشكل الصحيح بأكتر طريقة ممتعة بالنسبة له وبنفس الوقت أكتر فائدة بالنسبة له فيها هذه أحد أبرز الأمور بالإضافة للأمور الثاني هو التعرف على الطبيعة لا يوجد فقط هو التعرف على المكان أو التضاريس ويتعرف على الكائنات يعني مثلاً نحن اليوم بيقولوا أفضل طريقة للتعليم هو أنه يشغل الشخص حواسه كل ياتا فنحنا إذا شرحنا للشخص عن الأفاعي مثلاً أنه مانا كائنات هذه الخطيرة بالشكل المتعارف عليه أو الموروس قد محكينا له غير لما يأتي من المورجيه الأفعى عن حقيقة يتعامل معه طبعاً قد وقلب قوي حتى يشوف طبعاً هناك الكثير أفاعي هناك الكثير أفاعي هي مانا سامة أساساً مانا خطيرة هناك تعريفة كما ذكرت والتعريفة بالكائنات الحية سواء كالنباتات أو حيوانات يعني هذا الشيء يكون إضافة للمغامرة والاستكشاف في اليوم بيها الأطلة والعيد وفترة يعني مناسبة لطبعاً أنه نقصد كثير أماكن سياحية ومحافظة للادئية فأنت ما تنصح لكل محبي الطبيعة ومحبي الاستكشاف وزيارة الأماكن الجديدة وشو بتختار لهم أماكن عندنا بلادئية هلأ مبدئياً دائماً صيفك بتميل العالم للبحر للبحر لكن السنة نحن كان عنا موسم غني بالأمطار كان موسم مطري رائع جداً صحيح مثل وديان ملياني بالماء ملياني بالبرك ملياني بالشلالات يعني أنا كثير بنصح الناس أن تتجه شوي هيك تترك البحر تروح باتجاه البرية باتجاه الجبل تماماً باتجاه الجبل يعني نحن عنا مواقع كثير ساحرة وكثير الناس ما بتعرف أنها موجودة يعني نحن نذكر بعض الأماكن هكذا شوي نادرة مثلاً عنا ريف المزارعة منطقة الديروني وشلالات الديروني كثير منطقة رائعة يعني هذا المكان التضاريس يلي فيه مميز جداً بالبرك بالشلالات يلي هي فيه عنا مثلاً تشالما يلي حكينا عنا منطقة الجوبات يلي هي بشرق القرداحة منطقة ساحرة جداً يعني هي باتجاه الجبل مطلع على سهل الغاب في عنا مثلاً محميات طبيعية كثير مثل محمية الأرز والشوح لدينا كثير مناطق حلوة ومميزة ممكن الواحد يطلع عنا بعيداً على البحر تماماً بالإضافة للبحر طبعاً ما أنه يتركوا الواحد يعني البحر يكون نعمل مساعدة يعني نقصد أماكن تكونك جديدة وأساسية تماماً فترة الصيف العطلة يعني طويلة وبيقدر الشخص أكيد يعمل معادلة وموازنة بين هون وهم أكيد هي مناطق جداً جميلة لازم بس الانتباه لدرجات الحرارة تماماً وأهم شيء كمان ننتبه للبيئة نفسها يعني اللي يطلع يحاول يحافظ على نظافة البيئة وأهم شيء الابتعاد عن النار وهذه القصص لأنه بالصيف الجفاف الجفاف ممكن يؤدي لحرائق كثير كبيرة أكيد أتمنى لكم كل التوفيق بعملكم وبهذه الأنشيطة الجميلة جداً والاستكشافات اللي عم تكون مفوية وتوثقوا لحتى تفرجوا العالم يعني جمال ريفنا وجمال هذه المناطق الموجودة عندنا ويمكن في كثير أشخاص ما بيعرفون وحتى مثل ما ذكرت بعض المناطق أنه غير معروفة جداً عند الناس فشكراً لجهودكم ودائماً لتوثيقكم لهذه المناطق ويعطيكم العافية شكراً لإلك الكوتش إبراهيم سعود لوجودك معنا لليوم شكراً كثير لإلكم وينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية شكراً كثير لإلكم كل عام وأنتم بألف خير شكراً للمشاهدة